السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى الفيديو يلقاكم جميعا بخير وعلى خير الفيديو جديد من حلويات العيد السهلة والبسيطة والرائعة في الشكل وفي الطعم هاد الحلوه ديال الشوكولت بلا فرن الحلوه مقليه في الزيت كتجي عجيب البنت رائعة كتخرج كميه هائلة من طاول شي البنت تنتزل مكونات الطريقة المكونات جد بسيطة البنت تخضوا العبار من دابا كالسكر كالزيت لطادي البيت النقطة الدرق الأبار سوف يديهم yo اضعي كميه كثيرا بعد كدية سكار كثيرا كثيرا ثلاثة ديال الشاي اخبرت صغير البنت في حلث صغير الشاي كثر من السكار كثيرا ثلاثة ديال الشاي سوف نعمل البيض سكار كثيرا ظاهر البيض كثيرا ماهر الطوير نخلطهم كاما يندمجه جيدا. يجب الحلوى التقليدية العادية. نتمنى انكم تجربوها حتى الجهة العبارة كبيرة. تستحق التجربة. هذه الحلوى في العيد. خلطت المكونات جيدة. نضيف الحلوى. نضيف الحلوى المكونات. نضيف الحلوى المكونات. ونضيف الحلوى المكونات. عليا، اضيف الحلوى الحلوى المكونات. فلنجمع العجينة ونجمع العجينة ونجمع الاستميد القرن هنا سوف نجيب شي صينيه ونعمل لك الحلوه ونجيبها لنشكله الحريولات او الصبيعات اللي احنا نقليهم انا البنت هي الحلوه الاصلية اي الصبيعات احنا كنقولولهم الصبيعات مقليين هاد المره انا عملت الصبيعات وعملت الكويرات وجوهم زيون هنته هما بالحق خليكم معايا نقول لكم نصائح كاية ملف تحضير وفالقلي العبارة البنت دي الحريولات هما قد تصبع صغير سواء في الطاولة سواء في الغلط لان هاد الحلوه كتتقله في الزيت فكتتنفخ هاد الحلوه نزلتها معاكم قبيلها البنت في القناة وعاودتها معاكم دابا كذلك الحلوه هاده كتتنفخ فمخص ما تفوتش هكذا اعطيكم العبارة البنته بالميزان بالنسبة اللي بغتتوزن الحلوه ديها لو تجيب العبار معاود هاده تسعود القرام يعني انتم ثمانية ونص حتين تسعود القرام فقط ثانعاشرة يعني بين ثمانية وعشرة القرام فقط والطاولة انا قلت لكم طاولة هنا في حالي كتشوفو طاولة ديال الصباح الصغير وحالي تشكل وحتلو غلط تقريبا ديال الصباح الصغير هنا عن شكل الحلوه كاملة في حالي انا غد نقلوها فما يمكنش احنا الزيت شاعل وحنا حد نحرب له كان نحرب له اللي جينة ديالنا كاملة نشكلوها هاده كان نضو نقلو مرة وحده انا كان وزن هنا اياه كان نجيب العبار تقريبا حده العبار اللي يدي فكان نجيب تقريبا العبار هو هاده 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 قدروا تعبروا البنت غير لولاد ثانية ومبعد هيدكم غاد يمشي على العبار دياله هاده بالنسبة للبنت اللي غتشكلوها مكورين وخامة تعملوهم 1.9 غ عملوهم بين 7 غ و 8 غ لانه هما مكورين وحالي شتوك يجو كباب رنكين تنفخو فما الافضل تعملوهم صغارين ها هما عشوكويره قدرش صغيره في حالي قدروا تلقوا لكم 8 غ 4 غ Y G j 7 غ شكلت هناش اشكال كاملة ودوست ندوب تسوكلات عندي هنا اول حاجه دوبت نصف كيلو هاده الحلوات تقريباً كيلو انا هنا دوبت نص كيلو لولاني عملت فيه نص كس ديال الزيت هنا الحلوة البنات هذه تكون سخونة مقلية فالشوكولات يجب أن يكون خفيف بالنسبة للشوكولات البنات نصيحة وانا عندي فيديو خاص للطريقة للتدوب الشوكولات دائماً يكون على عفية مهيلة والطاسة التي فيها الشوكولات لمحادياشة في الماء وتعاونوه انتما بتحريك ها هي شوفتم الماء هنا تقريباً حادياشة في الماء غير ربوك يوصلا والعفية حانية وتعاونوه بالتحريك هذا الشوكولات يخسره والحرارة العالية هذه بين قوسين البنات بالنسبة للشوكولات بالنسبة للزيت نص كيلو نص كاس ديال الزيت او ازديده شوية مهم خصوجي خفيف حيث الحلوة في حالي قولتك تشرب لا تشرب شوكولات وكذلك لا تشرب شوكولات الزيت عندك تخون هنا واحدة تبسي الاخر هنا جوز الهند او كوكو مقلة مقلوه وكوكو جربي الزيت الزيت البنت يجب أن تقليل مرة واحدة و تنزع مرة واحدة مثلا أن قليلا ولكن أرأيكم حياسية Brunokوكو BUT.. لا بالنسبة للقليل مرة واحدة و لكنن يجب ستتربقها و لا تصبح مرة واحدة تنفخ و تشقق و تجهائي الى البنات الحلوه اهم حاجه ما يكون شئ الزيت سخون بزاف تحرق لكم برد و خضره من داخل و ما يكون شئ الزيت بارد يجيكم شربة زيت انا اعطتكم البنات النصائح بكاملة و اخا يقول لي كتدار بزاف ولكن انا بغى نوصل للمعلومات كاملة بشري تجرب الحلوه تنجح لا ما يوقع لها شي شي مشكل صافي شوفوا نعملت القليه التانية و هادو كلي كانوا في شوكولات حييتم القلياتية قليلت و نحييتهم نقاط كدار مرة 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 ننصحكم الابنات التي تجري الجهة قليل في الشبكة افضل شي هادو كانوا باقين في الشوكولات جميعها قلياتات كاملة كاملة هداو و هنمتل تشوكولات و هادو هوا ما يشربون الشوكولات و هادو ايشاربوا بير شوية قبل ما نحييت كل كولات بالزيت هنكون نحييت هادو و فنتهم نتمنى البنات للملاحظات كاملة وصلت باش ملي تجرب شي حلوة تنجح معها غير شوفوا الفيديو كامل وتبعوا النصائح كاملة هاو ما شوفوا هادو ملي تقلوا كيف جاءوا عجيبين هادوك المدورين جاوروا على البنات صراحة شوفوا كيف جاءوا مدورين ينزلوا في حال كي كارتة طبين كي شربوا كي شربوا ديك تشوكلاة يعني الحلوى نزحكم جربوها سوف نستمر من نصف طريقة شوفوا معي الحبة اللي ماشي مقلية مع الحبة اللي مقلية قدش الحجم دي لكي ضعف سوف نستمر نفس طريقة نكمل صراحة ضغية كملتها احسن من المقلع اللي بالوحدة بوحدة بكتير سوف نحيض المكونات هادو الحلوات هادو نعمل مفتش في كوكو نستمر نكمل كمية دي كاملة والحلوة ديها يوجد صراحة ضغية سليتة ومصف طريقة نعمل مفتش في كويرتات نفس الكويرتات التي تنزل فيها الحلوة لا تنزل فيها الحلوة إذا كانت طويلة أو مدورة دعوها تبريد في التلاجة وبعد قيزها في التعليقات نتمنى البنات في الفيديو نلقي نلقي أعجب دي لكم أنا أولا دينا بجبيم كي عاونوني كاعدلوا معي مساكن كي عملوا في كواغط فرحاني كي عملوا في كواغط وينزلوا معي في التفصيل صراحة الحلوة كتجي مزيوني البنات شكرا لكم على المشاهدة لأول مرة كتزور قناة شيوة أمزينا نقل لنورة القناة وما تنساش تشترك وتفعل جرس وتخليلي تعليقك الرائع أسفل الفيديو شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله